ننتابع المرور من خريطة جوجل نشوف الزحمة أخبارها النهاردة يوم في منتصف الأسبوع يوم الثلاثة بيبقى يوم مزدحم يعني في كتير من الطرق والمحاور خاصة اللي بتمر من منتصف المدينة والقاهرة الكبرى يعني من المحافظات اللي بتشهد كثفات مرتفعة عدد سكان كبير فبالتالي ده بيأثر على حركة المرور صلاح سالم في بعض الكثفات المتوسطة ولكن على مسافات متبعدة لا أظن إنها غير يعني مؤثرة على حركة المرور لحد دلوقتي ربما بعد ساعتين أو ثلاثة تبتدي الكثفات تزيد في صلاح سالم كبري أكتوبر اتجاه العباسية حركة المرور جيدة لحد ما بنعدي العباسيات حديداً بيبتدي الكبري يزدحم في الاتجاهين وكمان منطقة وسط البلد زحمة بشكل كبير الشوارع الجانبية فيها مزدحمة بشكل كبير امتداد رمسيس أسفل كبري أكتوبر زحمة جداً وشوارع وسط البلد بالكامل مزدحمة حاولوا تتجنبوا وسط البلد دلوقتي كبري أكتوبر وانت بتعدي أعلى محطة مصر زحمة كالعادة الكبري ابتدى يبقى أفضل بكتير بعد محطة مصر في الاتجاهين لكن الكورنيش قدام مزارة الخارجية زحمة وده برضو كالمعتاد يعني بينما كبري 15 مايو حالة المرور عليه جيدة بتفضل مستمرة بشكل جيد وانسياب مروري لحد المنطقة اللي هي وانت نازل من المحور جاي من مدينة 6 أكتوبر مروراً بميدال لبنان وطلع مرة تانية 15 مايو بينما هناك كثافات أيضاً أعلى 15 مايو تحديداً أعلى جزيرة الزمالك 15 مايو تحديداً المتجه من المهندسين أو جاي نازل من ميدان لبنان ومتجه إلى وسط المدينة حاولوا تتجنبوا كمان 15 مايو في هذا الاتجاه اتجاه العكس اللي جاي من وسط البلد رايح للمهندسين وهو بيصلوا 15 مايو حالة المرور جيدة وده هيكون اختيار جيد جداً بينما الدائري زي محاضرتكم شايفين تقاطع مع 15 مايو أو مع المحور بيسير بشكل جيد جداً ربنا يسلم طريق حضراتكم دايماً خلوا معاكم رقم إغاثة الطرق من الإدارة العامة للمرور 0-122-111-4-0 لقدر الله لو حصل أي حادث أو أي عطل في السيارة على طول بتتصل بالرقم بيوفروا الخدمات اللازمة الأوناش لرفع العطل الموجود على الطريق وتقديم المساعدة طبعاً عشان ما يتسببش في حالات من الكثافات المرورية على الطرق ودائماً بنفكر حضراتكم أنه بلدنا الجميلة والتطوير اللي بيحصل في البنية التحتية عدد من الطرق والكباري والمحاور الجديدة اللي أكيد خلت عندنا عديد من الاختيارات لأنك تتنقل من نقطتين نفس النقطتين تقدر عندك عدد من البدائل المختلفة والممهدة واللي بتوفر على حضرتك وقت وجهد وبتسهل عليك رحلتك المرورية فيعني عندنا دلوقتي ممكن بدل ما تسلك كبري أكتوبر تاخد الطريق الدائري طريق الدائري زحمة في الوقت ده هتاخد الدائري أو الطريق الأوسطي أو هتاخد الإقليمي أو تاخد محور رود الفرج فعندك بدائل كتير جداً ممكن تستعين بيها في ساعات الظروة سواء الصباحية أو المسائية وربنا سلم تريد كويرو